طبيعي غانعرض على الناس اللي قرب مني وقلت غالدي ندرح في نفسي فهو غانعرض على الفناني الكاملين بحكم انه وكانت عندها كان لجوم كهربينه وبيم سلماء برشيد ومبيم بتيسام تيسكت كان علينا نعرض عليهم كاملين فالذلك انا قلت انا عرض عليهم كاملين غالدي يطلب عندي شي مش كيف بضع وخلي تلقا عو نعرض عليهم كاملين تبعين معايا فاذا بنفس اللي لدي الخطبة ديالي كالقلب النانة حاطة سطوري ديالا كبتر جاريكم وجاريكم وطناليكم وانتمان يعني كتلمح عليهم دوزت وشربت عليها جاري ما دمام بتي مشكلة مع الصباح الصباح لا غذيه رقيت راسيب حساب حمزة المنباني هال الحزاب الإجرامي اللي نزل عليها ولك يفطرني وغذيني وعشيني بالتشهير بالترميدات بالسبب بالقدف بالتنمر شتى أنواع اللي كتخيلوا فراسكوا وكذلك أنا أم وعندي جوج وليداتك الساعات من وراها تخترت كزواج الأول من زواج الأول كان عندي جوج وليداتك كتعموا وكان خبعوالوا على المز وكنت يا الله تزووجت زواجت فيالي وكانوا يخلوا من العرد ديالي وكانوا يحطوا عليها أشياء مكيقترش مويف من قبرج بدورها مويف مقبر ميتها والأب ديالي في القبرج بدور لا تركوا شيء ما تضعوا هذا كل شيء تعرفوا وكل شيء كان يتعرفوا لماذا بدل فرنانا ولا تخصم معاك يتصبحوا بالحساب الإجرامي خذكم تعرفوا هذا الحساب من بعد أنا حطوا هم هذا الحساب حطوا الناس المركز الوطني لحقوق الإنسان ما كانوا بهم ؟ فشو يغب بها الحساب من اللي شهر بها الحساب الإجرامي سيد رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان كانوا شكاية كانوا ضحايا كانت لديها ضحايا كانت سعبة شارد حطوا لي لحقوق الوطني لما المركز الوطني لحقوق الإنسان هم كل من فأنا من تنظر لكم من تحلين الفرقة الوطنية تنظر لكم أكتب على نظر لكم إلى دكتب تنظر لكم لي تحليل الفرقة الوطنية معا نتصبح لديهم أول مفاجرة للجميع بالنسبةen كي أقولوا لكم محضرت لكم سيماعنا معا نفسي سيماعنا بالتعاية وكذلك انتصبح لها لأسيماعنا اشتركوا في القناة 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 قولوا لي واش بكنوش الناس خايفين اللي تحط بحمزة ممبي ما كيبتاش يدروا معنا ياك عناس حف كيبولك احنا غيش بلونا مع فانا الان انا لبا بعد قليل غادي مجتلكم هدي الله ديال الشوكوك ديالي مني جات وخديمشي معكم للنقطة التانية بمنور الشيكاية الشيكاية يشنو بالنبياء حتى انا غا نجاوبها على كل حاج الشيكاية يشنو قتلكم سعين داشارا قتلكم الى نبرت بها الشيكاية كانت نازل عليها امام الله وامام الشعب المغربي وامام العالم انا الى القاوني الى القيتوني يا الناس يضمنا بالإعلامية ويقول شغل ندر معها بخشيبات الى القيتوني فهد الشيكاية اللي قلتلكم الفنانة انا قدرت بها فكانت نازل عليها جملة ولو كانت الشيكاية كم احطاتها وم احطات الشيكاية بقى جا ما ادات الشيكاية بقى ما تبلغت بها حطاتها ويمكننا داركم كم كتعر وهي القوالية واتكن عند الشيكاية انا تخذي شوما ما كان يخوش نحكونا على الرأي العام ونقولوا اليوم الله رهادي ما تخسرش صورتي أنا كدام الناس حتى لو كانوا رفانس ديالك هاربتان رفانس ديالك رغيتين يقوموا غير بغير ولكن ما تطريشت السيدة حتى عندي ولاد حتى عندي أسرة رأى أنا لي بتطريد أنا لي ضحية أنا ليستمعت بسرطة الوطنية كضحية كان عودها المرة الأن ما شكيتش بي الشكاية كانت بحساب ومدارها المركز الوطني حتى الإنسان إذن المقتى الأولى واضحة يا بي إذا اطلقت الشكاية الشكاية قولها تخرجوا تكذبني إذا كانت شكاية عند الفنانة قولوا ليها واسموا لها المعلومات وانا اللي بديتها ولا متأكدة أنها متبع اللاي وانتي كنت تشوفيني داب أنا كان طالبك كان مواضينا بنت بلادك وكإنسان الضرات كان طالبك تخرج عند الناس وقولوا لهم هاي الشكاية اللي دات بيها سعيدة شرط وكتبيني أنا كانت منها بالله أنك تكتبيني غير خوش قولي لهم رأك الدابة وحطي هذه الشكاية حطي شكاية مباشرة بحلي حطيتي عندك إفاق حطيها بالإسم والتأريخ حطيها بالمعلومات الكافية وحطيها بالمعلومات الكافية وشكل يكينوا بعليمي وإذا حطيتها أنا قدم هاد الناس ينتظر أدير الشكاية فأنا أتنازل كثموني تدخل وقد نقطع سنع أدير الشكاية جوادي ذاين دابة غدي تزول النقطة الثانية طبو شوية تراريكي صور ملخص 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 تاخذوا الحقيقة والحقيقة كاملة لهذا السبب كان خطبكم كامل بما أنه رفعت سري على هادميل كتعرفوا بأنه هادميل بسالة بل كيزال الميخ عاد كتترفع السري فبما أنه رفعت سري فأي حاجة كنحطة هنا فهي من حق فهذا كان هذا دور الذي يسنظيم أنه خاص يدخلوا الناس يجيب عليهم بالأد وصح ما يمكنش ما فيش إشفاء أخواجه تخضأ أستاذ 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 كان وجه تحية وتشيد بالحساب الإجرامي هذه الأخت ديالك من اللي كان شيده بالحساب الإجرامي فنحن نشارك مجرائمة شكرا لحمزة المنبيبين واتنون الشيب الزرق طرف كبشكو لأنه دار عضل جرائب القانون المغربة القانون ماشي ساي وما كينا حتش بخان بالعافية وشان هالشي جدتوا من عندي هتشاروا شراتوا بحسابها كنت شيد بي فرحانة بهادي اختار لبغا نجيولها هي ديالك 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 من أنت حتى توزع صقوق البراع؟ كيف باش توزع صقوق البراع؟ كيف باش انتي؟ فنانة كبيرة وعندك حساب وعندك متابعين اللي قلتي هكي انتي قلبي وانتي كتشجعي بإجرام واش كان حساب إجرامي ولا مكانش كلكم كتمتابعين واش منلي انا قادي ننط كفنانة وقادي نشيك بحساب إجرامي شنو عشتا نقلب؟ شنو معناها؟ انا مجاركة واش تبط نظركم المجرم مثلا كنعطوه احنا ميتال بالقاتل ولا اللي غايدبح واش اللي غايدبح خير هاداك اللي يدبح راني اعطاه الموز واللي عاونون واللي شدده الدبيحة واللي ما نعرف اش كل شيء واللي جاهزي مسرح الجريمة انا منلي انت احساب إجرامي بكنعطيك المعلومات دي الناس بكنعطيك انا غادي نشيكم دابا الزرجة الحوي كي اعتنى كل دي حقين حقا كيفش كل دي حقين حقا حساب إجرامي ولا هو اللي كي اعتنى حقنا في بلادنا في المملكة المغربية ولا حساب إجرامي اللي كي اعتنى الحقوق وبقى كان عودها قدامكم انا اقسم بالله كل ما اضطراتنيش الفنانة انا وش بدات اسمي وش بداتني انا وضل مرتني في هاداك الملايب ما كنتش غادي نجي وما كنتش غادي نجي دائما لم اكن سباقة عمري ما كنت سباقة ويجيت غاكا قد ندوز معاكم دابا النقطة التانية اشنا هي يا قدامكم قلت لكم انا ما نقوالوا بتليفوني بدرت التليفونها كينولي مكينات قلتكم اعباد الله انا رمتقوا عني ووالوا بتليفوني عفاكم خليونا نركزوا انا مكيبانو مكيبانو انا سيدة الفنانة كتبقول لكم بانو مكيبانو قدام الملك وقدام الرأي العام وقدام هذه المنابل الصادقة لقدامي وقدمت منها تنسل صوته حق خرجي وكتبين محرارات رسمية وقولي بأنه ملقمش عندك محادثة خاصة داروها الخبرة التقنية والعلمية داروها الشرطة والفرقة الوطنية خذكم تعرفوا الناس بأنه والفرقة الوطنية بدأت الخبرة وسط عبسنا والخبرة إلى الهاتف يعني الحقيقة